نرقى في أعلى الجنات نتفيع ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وميان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضا وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد مختلف الليل والنهار وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغناء عن الناس أما بعد إخوتي أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته فقد بيّن ربنا جل جلاله فيما مضى تفسيره من الآيات أن كفار قريش قد وقعوا فيما وقعت فيه الأمم التي سبقتهم من الشرك بالله عز وجل ونسبة الولد إليه والتكذيب بالبعث والنشور ومعادات الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فاستحقوا بذلك العذاب والنكال من جنس ما أنزله الله بالأمم من قبلهم كما قال جل من قائل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وقال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لما كان نزول هذا العذاب متوقعا فإن ربنا جل جلاله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بالله من نزول ذلك العذاب فيقول جل من قائل قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدوهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون قول ربنا جل جلاله قل رب إما تريني ما يعدون هذا تعليم من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام يا ربي قل ربي أي يا ربي وهذه عادة الأنبياء صلوات الله وسلام عليهم فإنهم في حال الدعاء دائما يناجون الله جل جلاله بربوبيته كما قال نوح عليه السلام ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمؤمنين والمؤمنات ومثل ما قال الخليل إبراهيم عليه السلام ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء وقبل ذلك أبو البشر آدم عليه السلام قال هو وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقال يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وكذلك إبراهيم وإسماعيل بعدما رفع القواعد من البيت قالا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما قال له رجل إني أدعو ربي فأقول يا سيدي يا سيدي قال له مالك تعجبني دعوة الأنبياء ربنا 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 فها هنا الله جل جلال يلقن نبيه صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ربي إما تريني ما يوعدون إن شرطية وما زائدة وتريني فعل الشرط وجوابه فنجني فنجني الذي تضمنه هذا المعنى تضمنه قوله ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي إما تريني ما يوعدون أي ما يوعد به هؤلاء الكفار الفجار الذين حادوا الله ورسوله وعادوا أولياء هؤلاء لو أنه نزل بهم ما يوعدون به فنبيه عليه الصلاة والسلام يدعو بالنجاح لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم الغيب هل سينزل هذا العذاب أو لا ينزل وربنا جل جلاله بشره بعد ذلك في المدينة فقال له وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين أي الكافرين كما قال جل من قائل والكافرون هم الظالمون والحديث رواه الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه جل جلاله إذا صليت يا محمد فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون يدعو الله عز وجل بالنجاة من الفتن لأن الفتن سبب للعثاب في الغالب وهذا المعنى في هذه الآية ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين يدعو صلوات ربي وسلامه عليه بالنجاة مثل ما دعا الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال الله عز وجل وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا الله جل جلال يتحدث عن ذاته العلية بنون العظمة نون الجمع مثل ما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا لنحن نحي ونميت ونحن الوارثون إنا نريث الأرض من عليها وإلينا يرجعون إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر في هذه المواضع كلها ربنا جل جلال يعظم ذاته العلية ويجب علينا أن نعظم ربنا إذا تحدثنا عنه سبحانه وتعالى فنأتي بالألفاظ التي تفيد الإجلال والتوقير والتعظيم والتنزيه كأن نقول قال الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل قال الله تبارك اسمه قال الله جل جلال ونحو ذلك وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون الله جل جلاله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقدرته التي لا يحدها حد ولا يقيدها قيد بل هي قدرة مطلقة فالله جل جلاله قدرته ليست موقوفة على سبب من الأسباب بل إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون كن فيكون ولذلك أرانا جل جلاله آياته في من أهلك من الأمم الغابرة فهؤلاء قوم نوح الله جل جلاله فتح عليهم أبواب السماء بماء منهمر وفجر الأرض تحتهم عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وهؤلاء عاد الذين طاعوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وقالوا من أشد منا قوة الله جل جلاله أهلكهم بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية وهؤلاء ثمود الذين تآمروا على نبيهم وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد الله جل جلاله أرسل عليهم الصيحة فجعلتهم كأمس الدابر وهؤلاء قوم شعيب لما كذبوه وتحدوه وقالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين الله جل جلاله أرسل عليهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم وهكذا قوم لوط الله جل جلاله جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وهكذا كل من كذب كل من عتى كل من بغى كل من تمرد على الله جل جلاله فهو سبحانه قادر على أن يبطش به بطشة الجبارين قادر على أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر ولذلك طبعا نبيه عليه الصلاة والسلام قال له وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون مثل ما قال له وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون فالله جل جلاله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء الله جل جلاله لو شاء أراك عذابهم ولو شاء أخر ذلك عنهم ومهمتك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك هي البلاغ وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ثم أرشده جل جلاله إلى الطريقة المثلاء في معاملة هؤلاء الكفر فقال جل من قائل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون هؤلاء الذين يسيئون إليك ويتمردون عليك ويكذبونك ويعادونك قابل إساءتهم بالإحسان وشدتهم باللين وقسوتهم بالرحمة ادفع بالتي هي أحسن وهذا الأمر قد تكرر للمرة الثالثة فالمرة الأولى في سورة الأعراف خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وهذه الثانية ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضر ثم الثالثة في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم الله جل جلاله يرشد إلى نوعين من التعامل مع الشيطان الإنس ومع الشيطان الجن أما شيطان الإنس فإنك تصانعه تصانعه تحسن إليه تخفض الجناح له ترحمه تغيثه تقابل إساءته بالإحسان وإعراضه بالإقبال وجفاءه بالمودة وقسوته بالرحمة من أجل أن يلينا قلبه أما الشيطان الجني فإنه لا سبيل معه إلى مصانعه لأن عداوته أبدية لا تزول وقد أقسم على ذلك بينادي ربه قال فبعزتك له ينهم أجمعين فلا سبيل إلى مصانعته وفي الوقت نفسه لا سبيل إلى مواجهته لماذا؟ لأنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم وله من الإمكانات ما ليس لنا فإنه يتنقل في فجاج الأرض سريعا وإنه يذهب في أجواز الفضاء بعيدا وإنه يتشكل في صور مختلفة وإنه يرانا ولا نراه ولذلك لا سبيل إلى مواجهته إلا بالاستعاذة بمن خلقه وأوجده جل جلاله ولذلك يرشدنا سبحانه إلى الاستعاذة ادفع بالتي هي أحسن عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل تلك الصور ما كان يوم الفتح لما أمكنه الله من رقاب هؤلاء الذين آذوه وأخرجوه من بلده وعذبوا أصحابه وأساءوا إليه بقولهم ساحر شاعر كاهن مجنون تتنزل عليه أساطير الأولين إنما يعلمه بشر وكانوا يقولون ابن أبي كبشة يتيم أبي طالب ونحو ذلك من ألفاظ التحقير والتصغير بعد ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام جمعهم في فناء الكعبة ثم قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال لا أقول إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يوفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلق ثم قام عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة واحد من هؤلاء المشركين وكان اسمه فضالة لما رآه يطوف ما معه حرس ولا جنود قال اليوم آخذ بثأر قريش كلها ذهب فسمم خنجرة وطواه بين ثيابه وتصنع أنه يطوف وطفق يدنو يدنو من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق بينه وبينه أحد التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أفضالة قال فارفض جسمي عرقا ثم قال له عليه الصلاة والسلام ما كانت تحدثك نفسك قلت لا شيء كنت أذكر الله وأستغفره فتبسم صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره ودعى بثلاث دعوات اللهم مغفر ذنبه وطهر قلبه واملأه إيمانا يقول فضالة فما خلق الله نسمة أحب إلي منه ولو كان أبي بيني وبينه يريد قتله لقتلته فكان يدفع بالتي أحسن لما نام تحت ظل شجرة شجرة سمر وقد علق سيفه جاء أعرابي فاخترط السيف وأيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يد الأعرابي وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام قال من يمنعك مني قال يا محمد كن خير آخر قال هل تسلم قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فصفح عنه صلى الله عليه وسلم ربنا جل جلاله يقول له وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن الصحابة رضوان الله عليهم في بعض الغزوات ندموا على أنهم ما تمكنوا من عمر بن العاص من خالد بن الوليد من صفوان بن أمية من عكرمة ابن أبي جهل هؤلاء كانوا صناديد الكفر وكان قتالهم للمسلمين شديدا وكانوا أبطالا ليوثا في الحرب لكن الله جل جلاله كان يعلم ما لا يعلمون كان يعلم بأن هؤلاء سيعطف قلوبهم نحو الإسلام وستخالط قلوبهم بشاشة الإيمان وسيصيرون جنودا للرحمن ولذلك أسلم خالد بن الوليد فكان سيف الله المسلول وأسلم عكرمة بن أبي جهل حتى قتل رضي الله عنه في اليارموك في فتوحات بلاد الشام وأجر الله على يد عمر بن العاص خيرا كثيرا حتى كان فاتح مصر وهكذا فالله يعلم وأنتم لا تعلمون ولذلك قال جل من قائل ادفع بالتي هي أحسن وهذا تأديب لنا معشر المؤمنين بأننا نقابل الإساءة بالإحسان الإساءة بالعفو ادفع بالتي هي أحسن وقد قال القائل يا من تضايقه فعال التي وفعال الذي ادفع فديتك بالتي حتى ترى فإذا الذي ادفع بالتي حتى ترى فإذا الذي ادفع بالتي هي أحسن حتى ترى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان المثل الأعلى في دفع الإساءة بالإحسان حتى ملك القلوب لما جاءه أعربي فجذبه من ردائه جذبة شديدة حتى أثر الرداء في صفحة عنقه وقال يا محمد قم أعطني من مال الله ليس مال أبيك وغضب الصحابة قال صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دخل فحمل له على بعيره مما آتاه الله ثم قال أتراني قد وفيتك قال لا أعطيت ولا وفيت ولا جزاك الله خيرا نبي عليه الصلاة والسلام زاده ثم قال له أتراني قد وفيتك قال أعطيت ووفيت وجزاك الله خيرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما مثلي ومثلكم مع هذا الأعرابي إلا كرجل شرد منه بعيره فركض الناس خلفه فما زادوه إلا شرودا فقال صاحبه دعوه أنا أعرف به أخذ شيئا من خشاش الأرض وما زال يدنيه ويدنيه حتى أمسك به وإني لو تركتكم وما قال الرجل فقتلتموه دخل النار فنبي عليه الصلاة والسلام كان يصانع الناس ويصبر على أذاهم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون الله جل جل جلاله يقول له أنا أعلم ما قالوا في حقك وما صنعوا معك والظلم الذي تعرضت له أنت وأصحابك وأنا قاد على الانتصاف لك ولذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يشغل نفسه بالانتقام من تقم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة لله فلا يقوم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون وعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الهدي الكريم في العفو والصفح يقول الله عز وجل وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وقل ربي قل يا ربي أعوذ بك أي أستعيذ التجئ وأعتصم بك من همزات الشياطين همزات الشياطين أي وساوسهم ونفخاتهم ودفعاتهم وما يلقون من الخواطر الرديئة أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بك يا الله من أن يحضرني هؤلاء الشياطين في جميع أحوالي ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك من أن أقتل في سبيلك مدبرا وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه يؤرق بالليل في نومه يحصل أرق فذكر لذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فعلمه أن يدعو فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فالله جل جلاله قال أعلمه هذا الدعاء ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أي وساوسهم ودفعهم ونفخهم ونفسهم وأعوذ بك ربي أن يحضرون أعوذ بك ربي أن يحضرون في سائر شأني خاصة إخوتي أخواتي عند الغضب عند الغضب الاستعاذة مهمة ولذلك الحديث في الصحيحين عن سليمان بن سرد ورضي الله عنه أن قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستباني وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنسان إذا غضب يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الكلمة التي علمنا إياها نبينا عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم والغضب من الشيطان الشيطان مخلوق من النار والنار تطفأ بالماء ولذلك أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى سنة قولية وسنة فعلية السنة القولية الاستعاذة والسنة الفعلية الوضوء وأيضا أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى تغيير الحال فإن كان الغاضب قائما فليجلس وإن كان جالسا فليضجع إن لم يذهب غضبه بالجلوس فإنه يضجع هذا هو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا كم من إنسان غضب فقال في حال غضبه ما ندم عليه ربما شتم ربما لعن ربما طلق ربما والعياذ بالله كفر في حال غضبه كصنيع أولئك الذين يسارعون إلى سب دين الله عز وجل في حال غضبهم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون قال جل من قائل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت عندنا سؤالان لغويان حتى قالوا حتى هذه ابتدائية هي الابتدائية التي يفتتح بها الكلام وهذا الذي رجحه ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز وذهب الزمخشري إلى أنها غائية إلى أنها غائية وبعض العلماء قالوا بأن حتى هذه متعلقة بفعل قبلها يدل عليه ما بعدها كما في قول قائل حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع حتى كليب تسبني أي سبني الناس جميعا حتى كليب تسبني لكن الظاهر بأنها ابتدائية والله أعلم السؤال الثاني ما وجه الجمع في قول قائلهم رب ارجعوني رب ارجعوني لماذا لم يقل رب ارجعني والعلماء في ذلك ثلاثة وجوه الوجه الأول بأن هذا النادم الذي يتمنى الرجعة يعظم ربه في تلك الحال فيأتي بضمير الجمع ربه الذي كان يكفر به ويجحد ألوهيته ويجعل له الشركاء والأنداد عند الموت يعظمه فيقول رب ارجعون والعرب إذا عظمت المخاطب فإنها تخاطبه بلفظ الجمع كما قال حسان رضي الله عنه ألا فرحموني يا إله محمد فإن لم أكن أهلا فأنت أهل ألا فرحموني يا إله محمد ما قال ألا فرحمني ألا فرحموني يا إله محمد وقال بعض الناس يخاطب زوجته فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا النقاخ هو الماء البارد والبرد هو النوم وقيل البرد هو ضد الحر فهذا يخاطب زوجته يقول فإن شئت حرمت النساء سواكم ما قال سواك وإنما سواكم هكذا بالجمع فهذا هو القول الأول بأنه قال ذلك من باب التعظيم والوجه الثاني بأنه يخاطب ربه ربي يستغيث به ثم بعد ذلك يقول للملائكة ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت ويؤيد هذا الوجه الحديث المروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن إذا رأى الملائكة يعني عند الموت رأى الملائكة الذين جاءوا لقبض روحه يقولون نهو نرجعك إلى الدنيا فيقول إلى دار الهموم والأحزان بل قدموني إلى الله يتعجل لقاء الله عز وجل نسأل الله أن يجعلنا منهم كما قال موسى وعجلت إليك ربي لطرداء وأما الكافر فإنه يقول رب ارجعوني رب ارجعوني الوجه الثالث وهو بعيد بأنه طفق يقول رب ارجعني رب ارجعني رب ارجعني رب ارجعني فقيل رب ارجعوني فالله جل جلاله يصف تلك اللحظة لحظة السكرات لحظة الغمرات لحظة الكربات حين نزع الروح يقول جل من قائل مصورا حال الكافر والفاجر حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي قرأها يعقوب رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا قرأها نافع وابن كثير وابو عمر وابن عامر وابو جعفر لعلي اعمل صالحا بفتح بفتحة على الياء لعلي لعلي ها هنا هي تقوم مقام لا مكي اي لأعمل صالحا فيما تركت لعلي اي لأعمل صالحا فيما ترك وقد بيّن ربنا جل جلاله في كثير من المواضع في القرآن ان الكافر والفاجر يتمنيان الرجعة في حالتين في حالة الموت وفي حالة وكذلك في القيامة في القيامة كما في قول ربنا جل جلاله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين وليؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها وكما في قول سبحانه ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ترى إلى المجرمون ناكسوا ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وبيّن ربنا جل جلاله بأن أهل النار يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وكذلك في بيّن جل جلاله بأنهم يتمنون الرجوع ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنزرهم يوم الآزفة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع بيّن ربنا جل جلاله بأنهم يتمنون الرجعة فيكون الجواب أولم تكون وأقسمتم من قبل ما لكم من زوال هؤلاء المفترون الكذابون المعاندون للرسل صلوات الله وسلام عليهم يتمنون الرجوع فيكون الجواب كلا كلا ها هنا كلمة زجر كلمة زجر إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون البرزخ هو الحاجز بين الشيئين ومنه قول ربنا جل جلاله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فهذا الذي يتمنى الرجعة الله جل جلاله يخبر بأنه لا سبيل إلى رجعة وإنما أنت انتقلت من عالم إلى عالم انتقلت من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ الحاجز بين الدنيا والآخرة ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إلى يوم البعث إلى يوم القيامة لا سبيل إلى رجوع إلى الدنيا ولذلك يا أيها الإخوة والأخوات العاقل من اغتنم اللحظة الحاضرة لحظة الحاضرة كان بعض الصالحين يذهب إلى المقابر فإذا وجد قبرا قد تهيأ للدفن يعني حفر وينتظر وصول ميت فإنه يدخل في ذلك القبر يضجع فيه ثم يقول يبدأ يقول رب ارجعوني رب ارجعوني رب ارجعوني ثم يخرج يقول يا نفس ها أنت قد رجعت فماذا أنت صانعة اغتنم اللحظة الحاضرة اغتنم حياتك قبل موتك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطي أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشرغائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر الإنسان يبادر بالأعمال الصالحات يسابق الليل والنهار يكثر من ذكر الله يكثر من تلاوة القرآن يحافظ على المكتوبات يحصن إلى خلق الله يعامل الناس بالخلق الحسن يبتغي بذلك وجه الله جل جلاله وما منا من أحد إلا سيندم عند الموت إن كان محسنا يندم على أنه مزداد وإن كان مسيئا يندم على أنه مستعتب يا إخوتي ويا أخواتي هذه الآيات فيها فوائد من فوائدها عناية ربنا جل جلاله بنبيه صلى الله عليه وسلم لأنه علمه هذه الأدعية قل ربي إما تريني ما يعادون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ثم قال وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أيضا من فوائد الآيات أن دأب المؤمن دائما الدعاء بالنجاة من الفتن من الفتن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعفي وتبيض بها وجهي وتصلح بها ديني وتزكي بها عملي وترفع بها شاهدي وتحفظ بها غائبي وتدفع بها الفتن عني يدعو الله عز وجل بأن يدرأ عنه الفتن أيضا من فوائد هذه الآيات استحباب مناجاة الله عز وجل بوصف الربوبية ربي ومن فوائد الآيات مواجهة الإساءة بالإحسان ابن عاشور رحمه الله يقول التخلق بهذه الآية هو أن المؤمن ينبغي له أن يفوض أمر المعتدين عليه إلى الله فهو يتولى الانتصار لمن توكل عليه فانتصار ربه له أشفى لصدره فمن ذا يداني قوة الله عز وجل وقدرته يعني الإنسان ما يشغل نفسه بالانتقام لنفسه وإنما يفوض الأمر إلى الله عز وجل وهو سبحانه قادر على أن ينتقم فهو عزيز ذو انتقام أيضا من فوائد الآيات أن هدي المؤمن الاستعاذة بالله من همزاته الشياطين خاصة عند قراءة القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا عند القيام إلى الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفسه ونفخه وهمزه وكذلك عند دخول الخلاء وعند الغضب ونحو ذلك من المواضع أيضا من فوائد الآيات وجوب الاستعداد لساعة الاحتضار بالعمل الصالح ومن فوائد الآيات إطلاق اسم الكلمة على الكلام كلا إنها كلمة هو قائلها وما كانت كلمة واحدة وإنما مجموع كلمات ومنه قول ربنا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمة ربك أي كلماته جل جلاله من فوائد الآيات أن ما بين الدنيا والآخرة يسمى عالم البرزخ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ونبقى مع فاصل يسير نرجع بعده للإجابة على الأسئلة فكونوا معنا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسامة يقول هل يجوز الدفن بعد صلاة الصبح مباشرة مع التفسير نعم يجوز الدفن في كل وقت يا أسامة إلا في ثلاثة أوقات والحديث عقبة بن عامر الجوهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب يعني هذه الأوقات الثلاثة ممنوع فيها الصلاة وممنوع الدفن أما بعد ذلك بعد صلاة الصبح وبعد صلاة الظهر ولا بالليل كله جائز ولا إشكال دولة بكري تقول إحدى المراقبات في امتحان في الجامعة سعادتني بإجابة عن شيء في الامتحان رغم أني لم أطلب منها ذلك وأنا كتبت شيئا غلط وهي كتبت لي الصحيح وأنا عدلت الخطأ وكتبت كلامها هل يعتبر غشة وما الحكم في هذه الحالة كيفية التوبة والله هذا يختلف باختلاف الامتحانات وباختلاف الأحوال فمثلا بعض الامتحانات يسمح للطالب أن يكون الكتاب معه بعض الامتحانات بمعنى أن قد لا يكون هذا من باب التلقين المباشر المهم إذا غلب على ظنك بأن هذا شيء يعني كان مخالف للأنظمة فاستغفر الله عز وجل مما كان محمد خالد يقول ما حكم بيع سلعة حلال لشخص في الغالب يستخدمها في شيء محرم والله إذا غلب على ظنك أنه يستخدمها في الحرام فلا تبع له فلا تبع له لكن ليس مطلوبا منك أن تسأل كل إنسان فبائع التمر أو بائع العنب ما بيسأل المشتري هل ستأكله ثمرة طيبة حلالا أم ستتخذ منه سكرا وكذلك بائع الورق ما بيسأل المشتري هل ستكتب فيه شيئا طيبا أم أمورا خبيثة لكن إذا غلب على ظنه بأن هذا الإنسان يستخدم هذا الشيء فيما حرم الله فإنه لا يبيع له عملا بقول ربنا ولا تعاون على الإثم والعدوان إمام الشريف يقول هل في صلاة الشفع والوتر وركعة الفجر صور محددة نصلي بها ولي جهرا أم سرا بالنسبة للنوافل يا إمام السر والجهر فيها الأمر واسع الأمر واسع لكن العلماء يستحبون الإصرار في نوافل النهار والجهر في نوافل الليل الحاقة لها بالفرائض طيب بعد ذلك ركعة الفجر الرغيبة تقرأ بالكافرون والإخلاص أو تقرأ بقول وآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط في البقرة وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من آل عمرا فهذا بالنسبة لركعتين الفجر أما بالنسبة للشفع والوتر فمن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بسبح والكافرون والإخلاص وفي رواية والمعوذة ولو قرأت بغير ذلك أجزأك حساب فيسبوك بعض الإخوة يجلبون من الصين آليات زراعية فالذي يريد يطلب نوعية الآلة يقولون هي بكذا وادفع مقدما نصف الثمن والباقي عند تسليم البضاعة على مدة يتفقون عليها هل هذه المعاملة صحيحة؟ وإن لم تكن صحيحة فما هي الطريقة الصحيحة؟ لا هي صحيحة إن شاء الله ما فيها إشكال والبيع أيها الإخوان عموما إما أن يكون بيع سلم وإما أن يكون بيع سلم وإما أن يكون مداينة بيع السلم هو الذي يعجل فيه الثمن والسلعة متأخرة وبيع النسيئة على العكس السلعة معجلة والثمن متأخر كالذي نصنعه حين نذب إلى الدكان فنأخذ على أمل أن نسدد في بداية الشهر وإما أن يكون البيع مبادلة مبادلة عين بنقد تأخذ السلعة وتدفع الثمن وهذا الذي يسميه العلماء البيع على البرنامج يسميه المالكية البيع على البرنامج تدفع الثمن كله أو بعضه ما في إشكال في ذلك وكله داخل في عموم وأحل الله البيعة وحرم الرباء وإبراهيم البدري يقول مرأة استفتي أخوها الأكبر توفيها رحمة الله عليه ليس له زوجة ولا ولد لديه أخوان وأخوات شقيقات وغير شقيقات هل غير الأشقة يرثون أكرمك الله يا إبراهيم وأحسن إليك وجعلك مباركا أينما كنت والجواب على هذا بأن القاعدة يا أخي بأن الأقرب يحجب الأبعد الأقرب يحجب الأبعد فإذا كان هناك إخوة أشقاء وإخوة من الأب فإن الشقيق يحجب الأخ من الأب وكذلك إذا كان هناك ابن وابن ابن فإن الابن يحجب ابن الابن وإذا كان هناك الأب وأب الأب فإن الأب يحجب أب الأب وهكذا القريب يحجب البعيد أما إذا كنت تقصد بغير شقيقات بأنهم من الأم فهؤلاء يرثون بالفرض إذا كان واحدا يرث يرث السدس وإذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السلس أما إذا كانوا إخوة من الأب فإنهم محجوبون بالأشقة محمد علي نقول بالنسبة للدعاء بعد الفراغ من تلاوة القرآن ماذا فيه وهل يفضل الدعاء الجماعي بعد التلاوة أم كل زول يدعو لوحده كذلك تلاوة الفاتحة بعد الدعاء يا محمد أحسن الله إليك الدعاء مستحب عقيب كل عمل صالح فإن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا بعد الصلاة أن نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد الصيام ذهب الظمى وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله بعد رمي الجمرة كان صلى الله عليه وسلم يقف يدعو بعد الطواف كان يدعو عند الملتزم وإذا جاء أحد من الصدقة كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صلي على آل فلان فالدعاء مستحب عقيب كل عمل صالح ومن أعظم الصالحات تلاوة القرآن فإذا قرأت القرآن فإنك تتوسل إلى الله عز وجل بهذه التلاوة فيما تريد من حوائج الدنيا والآخرة ولا بأس أن تدعو وحدك إن كنت وحدك أما إذا كنا من التلاوك التي تكون بعد صلاة الصبح أو في بعض البلاد بعد صلاة المغرب فإن أحدنا يدعو والبقية يؤمنون وليس في هذا حرج ولا ابتداع بل ذاك أقرب إلى السنة أبو حمزة السالمي وهذا دائما يسأل جزاء الله خير ما تفسير قوله تعالى الرجال قوامون على النساء وقوله تعالى وللرجال عليهن درجة وقوله ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض فما معنى القوام والدرجة والنصيب وجزاكم الله خيرا يا أبا حمزة هذا البليان حقيقة سؤال يطول الجواب عنه لكثرة اللغة الذي يدور في هذه الأيام فنرجع الجواب عنه إن شاء الله من أن نفصل فيه تفصيلا في درس الغد وإن كان هذا كله قد مر معنا في تفسير سورة البقرة وفي تفسير سورة النساء لكن إن شاء الله نقدم له ملخصا وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأن يختم لنا بخير إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ذل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وميان